أمطار تصل لحد السيول خلال ساعات الأرصاد تحذر هذه المحافظات أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل اليوم الجمعة الموافقة السابع عشر من نوفمبر توقعات حالة التقسي خلال الساعات المقبلة على الأنحاء كافة وأشارت الهيئة في بيانها أنه المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة جديدة من الاضطرابات الجوية اعتبارا من بعد غد الأحد وسنشهد انخفاضا في درجات الحرارة ونشدت هيئة الأرصاد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية للقوف على تفاصيل حالة التقسي المضطربة التي ستتعرض لها البلاد الأسبوع المقبلة ونبهت الهيئة في بيانها تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومن المتوقع أن تصل إلى شمال الوجه البحري يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة وهو اليوم الجمعة يسن معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل قرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال طيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وعن البحر المتوسط توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر سطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر سطحية شمالية غربية اشتركوا في القناة موسيقى